ورجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استستاذ بتلعب عصاح زي ما قلنا لكم قبل الفاصل معانا ونوارنا الدكتورة نورهان النجار الاستشاري النفسي والأسري لتعديل سلوك الأطفال واللي هتكلمنا عن الابترابات النفسية اللي ممكن تيجي لأطفالنا زي نحافظ عليهم أكتر ومن خليهمش يجي لهم اكتئاب أو يحسوا بالوحدة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك شرفونا النهاردة أهلا شرفت أكتر تستاذ الله يخليك حبيك طبعا تصواتي عن موضوع حلقة اللي احنا نتكلم النهاردة ويمكن احنا الفترة الأخيرة سمعنا كتير عن كلمة التربية الإيجابية صحيح كلمينا أكتر عن المصطلح ده طيب هو مبدئين التربية الإيجابية يمكن المصطلح شكله كإنه حديث ولكنه كفكرة ومعنى هو موجود بقاله فترة طويلة مش لسه أوراين طيب هو أصلا الأول هو يعني إيه تربية بشكل عام تربية بشكل عام إن أنا بقدم إنهم من الدعم للأطفالي أو الأبنائي العاطفي والاجتماعي والنفسي وأيضا الدعم المادي طيب مبلد بله احتياجاته النفسية طيب زادت عليه كلمة إيجابية فما معنى الإيجابية ما المقصود بيها هنا طيب ما أنا بقول التربية هي دعم معنوي أو عاطفي وأجتماعي طيب إيه اللي بزادت في كلمة الإيجابية الإيجابية دي يكون مقصود بيها أكتر بشكل خاص اللي هي حتة اللقاب والسواب يعني إيه أنا بختار إن أنا أركز على سلوكياته الإيجابية وعززها أكتر ما بركز على إن أنا أعالج سلوكه سايد طيب ما أنا بشوف إن المعنى الأخير لو أنا هترجم معنى كلمة التربية أو هقول معنى إيه بالضبط هي عبارة عن نهج تربوي قائم على التركيز على تعزيز السلوكيات الإيجابية بدل من التركيز على إن أنا أعدل اللي هي السلوكيات السيئة آه أوكي يعني أبتدي بالحلو وأعززه قوي علشان أعرف أصلح اللي بعده طيب عايزة دكتور راسل حضرتك على السوشيال ميديا من الآن في أطفال يبتداء من سنة ست سنين كمان بنشوف إنهم عندهم أكاونت على السوشيال ميديا ده قد إيه بيدروا الأطفال بصي مش قد أقول لك الدرره كبير قد إيه ماشي أولا يعني سوشيال ميديا دي حاجة حديثة يعني ما كانش موجود زمان حتى تلاقي بتوع زمان عندهم شيء من الإبداع والفكر ويعني عندهم خبرات حقيقية مش خبرات افتراضية طيب وده مهمة أو يهي الدرر؟ آه طبعا يعني أنا بشوف إن سوشيال ميديا الأطفال يعني سلبياتها أكتر بكتير من إيجابياتها بالنسبة لحد كبير وبالغ لأن البساطة هما ما عندهمش وعي لحاجة اللي مسكنها في إيديهم ونتعرفش إيه المحتوى اللي موجود أصلا سنين أنت كده بتخشي في حتة أساسيات التربية نفسها أولا أول خمس سنين في الطفل الطفل هما اللي بتكونوا شخصيته فالخمس سنين دول ما فعش أدخل فيها خالص موبايل تمام؟ وخاصة كمان مش مضطر لده يعني أنا بقول مثلا المفروض إن لو حعمل أكاونتات والكلام ده مش قبل 12 سنة تمام؟ عشان يكون عنده وعي عنده وعي هو إيه اللي هو مسكه ده إيه ده أصلا طيب أنا مش أقدر منه عنه تماما في الفترة اللي قبلها لأن فيه دلوقتي بقى الجيمز كمان آه التعليم الحديث فيه طبعا آيباد وفيه حاجات بنستخدمها وتمرين وحاجات برضو ممكن تكون مفيدة عليه فأنا لأ هيمسكه بس أنا هبقى عارف هو بيعمله في إيه أولى غراض تعلمية أكتر وكي يكون فيه تمرين ما أنا خليه شوفه في آيباد ده ولكن مش هخليه أكاونت الناس اللي أول ما بتولد يعني ستات أول ما بتولد هو بأكاونت على الفيسبوك وكأنها بتنمي فترة اللي تعهد حتى عنده نفسها بيعملوا أكاونت للبيبز أغلبهم بيبقوا بلوجرز أو سليبلتزي أنا مستغرب أنا مستغرب أنا مستغرب أنت كده ده غلط أنت كده أنت يعني بتنمي الفكرة حتى جواك أنت أنه لازم بيضع على السوشيال ميديا وهي أضرارها كتير جدا فأنا أول حاجة أول خمس سنين دول على قد مقدر هبعده خرص عن الموبايل تمام وبعد كده خليه استخدامه الإسلام الأمن الإسلام اللي هو مثلا أنا بضربه على حاجة بيتعلم عن طريقه من أول 12 سنة أو على حسب على فكرة هي مش شرط يكون 12 سنة يا فيدر صب بتقول كده ولكن أنا بتكلم على حسب أنا شايفة وعي يوصل لحد فين وهل أنا عندي أساليب كويسة مرقبة بيها هو أصلا على السوشيال ميديا يشوف إيه بالزبط والألعاب الإلكترونية اللي هو بيستخدمها ده مهم قوي برضو دكتور فكرة أن أنا أرائب ولا مرائبش ماشي وأرائب إزاي في السنة ده أعتقد بيبقى فيه حاجات بنقفل بيها الإنترنت بيبقى بيفتح ويبسات معينة محدودة لأن أي حاجة التي ممكن يطلع قدامه أي حاجة تدخله على حاجات تانية خالص فبنحدد ده وبنرائب إزاي بصي أقولك على حاجة هو طبعا لازم يكون فيه رقابة مش حاجة اسمها تربية فاش رقابة دي خالص طب رقابة وأنا بقول ولا رقابة من وراء يعني هل أخش وبأن بينا أن أنا برائب ولا أرائب من تحت لا لا ما تقوليش يعني بس عرفي أني أنتي واخدى بالك بش أني أنتي بيترقبي لأنه بحس لما الطفل بحسنك بيترقبي بيبقى كأنك بزبط وش راسقة فيه ما هو ده تمام فأنتي مش هتوصليه المعنى ده وبعدين إحنا بديبتدي بنعمل كونر ودود أفعلنا استباقية استباقي يعني لقاء يعني أنا مش هستمر حد ما توصل للمصيبة وبتدي عالج بالبداية فبالبداية أنا في الموضوع ده أعمل إيه أنا بصاحب ولادي بعرفهم أعرفت كان فيه حاجة اسمها موبايل بس هو يعني دلوقتي ما يفعلش يستخدمه عشان كذا وكذا وكذا ويعرفه ده بالنتيجة بتاعته بص فيه نمازج معينة ما بتوصلش اللي هي عايزة أو بتبقاش كويسة وما بتنجحش في حياتها ويكون هو عنده بفهم نجاح ده واضح عشان خاطر بيعملوا كذا وكذا وكذا لازم أخشونه من حتة السلبيات أنا من الآخر زي بكون بنامي عنده الحافظ أنت من تلقاء نفسك ما تمسكش موبايل كتير تمام؟ ومحطوش عنده طول الوقت وطبعا بالناحية الإلكترونية فيه ناس كتير قوي متخصصين في علوم التكنولوجيا هيعرفوكو إيه البرامج اللي بتتحط وإنه ممكن تجيو فيه ممكن تعملي أكاونت فيك أو أكاونت بتاعك تكون عندهم الفرندس بيشوفه وبيحطي إيه بالضبط يعني الحاجات دي كلها دي أعضاكت سهلة معظمنا وفيه برضو حاجة كده لو الأمهات ما تعرفوش بتدلك أنا بيبقى فيه اللي هي السكرين تايم اللي هو أنت بتحددي الوقت اللي يعد عليه بعد كده الآيباد بيفصل تماما بتحدديه الوقت معين الغتاتة غتاتة أمهات بس كويس تريد هل مباشرة كأن العطي مش معان ده وجان من بره خاص الموبايلات والسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية بحسب آخر الدراسات هي من أكبر أسباب الأوتوزم أو التواحد صحيح أنا وقفة دلوقتي في مرحلة ابني بدأ يظهر عليه أعراض التواحد أو أنه عايز يبقى الواحد حتى لو توحد جزئي زي ما بيقولوا عليه أعمل إيه في اللحظة دي عشان أسحب منه ده وأديله ببداية طيب أولا ما يفعش الهجوم عليه مرة واحدة تمام لازم أفهم بس يعني لجأ ليلي الألعاب الإلكترونية دايما أنا متكون عايزة توصلي لحل الحاجة معينة شو في أسبابها إيه لي وصلوا إن هو يدمن هذه الألعاب يعني كحب حد ذاتها ماشي ما هو مشروع إن أنا أخليه مسك حاجة يلعب بيها بس هو بيعد قد إيه الاستمرارية والوقت بتاعه يعني بدأ يدمنه واللي هو في أي مرحلة بالزبط يعني أنا على حسب هو في أي مرحلة من تعلقه أنا بتدخل لأن في أحيانا لما يكون الإدمان وصل لآخره يكون فيه تدخل بقى خارجي حاجة بقى مش مش أم وقب لأ ده أنا أشوف بقى استشاهلة أشوف متخصص أشوف حد ده تخصصه فأنا أول حاجة أنا بشوفها الفراغ وقت الفراغ بتاعه هو ده أصلا يعني إذا بيقوله مربط الفراغ أنا لو عرفت وقت فراغه أستسمره وحط له لي برنامج أشخاطر ما يعني هو قدامه ملهيات كتيرة فأنا لو مش عارفها عمله إيه في الوقت ده بالزبط هو هيروح تلحاجات دي صحيح تمام فأنا تبقى ملهي ازاي ببساطة شوفي نمي مهاراته اكتشفي بالزبط هو شاطر في إيه وكويس في إيه وبتدي عرفيه على ده شوفي بالزبط تمليله الوقت ده إزاي كمان هي مشكلة فيه مشكلة في الألعاب الإلكترونية أصلا ودي يعني خارج عن قراته هو هي مغرية قوي ليه لأنها فيها ميزة تفاعلية ليه صفة العدو وانتي عايزت ان انتي تكسبيه حتى بتأثر على الكبار فده بخليها تقمص ويخليه أكتر يعني هو وإحنا ككبار على فكرة بنحب الألعاب دي يعني الجايمينج سنترز اللي بيقى فيها بلاي ستيشن اكس بوكس الحاجات دي أنا عندي 27 سنة بروح يعني هي في الآخر مسلية جدا بس الحضوريك بتقولي أن أنا نلاقي البدايل هل الأولياء الأمور بقوا بيستخداموا الموبايلات كسكاتة يعني يعيض أخذ الموبايل ده كسل بقى منهم والعدم معاية بصي أقولك على الحاجة يعني يعني بسعب يبقى كسر وسعبك يكون هما مشغولين قوي فيعني هعمل إيه عشاء خاطر مثلا الطفل يسكت فأنا هتديره الموبايل يتعرض له شوية وإنه لازم أخذ بالي لأن أنا مفروض كأب وكأم يكون عندي وعي بنوع التربية وأسلوب التربية اللي أنا يعني بقدمه لولادي لأن فيه أنواع من التربية فيه تربية اسمها استبدادية فيه تساهلية فيه تجاهلية وفيه سهولة طوية أنا مهمة أوي أعرف أن أنهي أسلوب تربية أنا بتتبعه يعني التربية أنهي أسلوب منهم صح آه مهو ده ده يروادينا السؤال برضو أن فيه فرق كده سنة يعني ما بين الحب والدلع يعني أن أنا أربي ودلع صحيح إزاي نفرق ما بينهم طيب جميل أوي يدي تكريمها على نمط القصوى ونمط الدلالي بالزبط هم موجودين في الأنواع اللي بقولها دي في عندي اسمها السلوب التربية استبدادية هو اللي بيضع قواعد أنا كأب وكأم بيستخدم سلطة ديبتاتورية شوي هاي كواعده هتتحط وإليك أصحاب معنا هم دول هتصحبهم لبسهم معنا تريهم معنا هتلبسها وطبعا دي مش نوع جيد بالمرة يعني مثلا السوشيال ميديا نعمل ده من وراء الأهل بزاقوة أو هيبقى كمان عند خضوع لما يكبر شخصيته ربطة فدي شخصيته ضعيفة فعلا هوا منات السوشيال ميديا وبس بطريقة ديكتاتورية في بقى اللي هي الاسلوب التساهولي تساهولي ده بقى اللي هو بتاع الحب يعني استبدادية القصوى تمام وقصوى لما بتزيد بتطلع نتائج سباية جدا حقيقي خضوع واللي بيحاول يبصره الكمالية وقصها الحزم ده شخص ما بيحطش أصلا أي قوات خالص يعني مغرقه حب ودلدقة واحتواء فبيبقى هنا آه فيه دفء عالي ولكن السيطرة قليلة تمام ودي حاجة مش كويسة ريني هتطلع علي شخص بعد كده في المجتمع شخص اعتمادي غير مسؤول أناني تمام أحسن حاجة بقى الوسطية الوسطية بقى دي حاجلك في الآخر يعني بعد دي في التربية التجاهولية أسوأ أنواع التربية يعني خلفت أنا مش فاكرة أصلا هو يعني أنا اتجوزت فحملت فخلفت فخلاص بقى سيبال أي حد بيربي أو أوكي أنا بجيب له أكل وشرب وإلى آخره فرق بين رعاية وفيه فرق بين تربية فقوع فيه كمان ناس أصلا حتى رعاية ما بتعملهاش فهو بيبقى الطفل بيفصرها كأنك أنت بتكره مش عايزاء مش عايزاء بيمشي بيكبر بشعور بالزنب بيفهم إمتده بيفهم مع الوقت وبيدرك لما بيكبر أني أنا ماليش دهر أنا ماليش أمان أنا مش وصل اقتحاد أذا كان اللي مني أهلي وما أصلا أنا مش فارق معاه وما للناس دي هتبقى إي معاي بيبعندو حرس مال لو جدانية أو مش حاسس أصلا بالأمان طبعا أسوأ أنواع أسوأ أنواع هل في حد بيبدل الأب يعني لو الأب والأم مثلا انفصلوا وده بيحصل كتير فأغلب الوقت مثلا ممكن الأب يتجوز الأم تتجوز والطفل بيبقى مع الجدة أو الجدة هل لو الجدة أو الجدة عمل والتربية السليمة الطفل ده يطلع سوي آه طبعا المشكلة يعني عدم موجود الأب والأم في الصورة مش هيأثر مش هيحسسوا أنه مرفوض آه طبعا وسعاد بيقوموا دي ويحسسوا أنه مرفوض أصلا هو مين طفل صوي بيطلع عن تيجد إيه آخر نوع هتكلم عليه التربية السلطوية التربية السلطوية ممكن للوهلة الأول لما حد يسمعها يفتكر ده متسلط لأ خلص متسلط ده في الاستبداد اللي قلت في الأول اللي هو بفرد رأيه ونمى السلطوي إن هو عنده سلطة ما وبيحسن استخدامها أنا كأب وكأم أنا اللي بحط القواعد فعلا ولكن أنا الديمقراطي أنا بحاول نوع ما أقنعهم بهذا وقول لهم كمان إيه المقبول وإيه غير المقبول وفي نفس الوقت بديهم حب واهتمامه وتواصل هنا يطلع لي الشخص السوي ده أفضل نوع اللي هو بيجمع بين ميشة قصوة بيجمع بين إن أنا فيه زبط وربط فيه سيطرة ولكن فيه دفئ كمان بقدموا اللي اتنين بيبقوا مرتفعين فده أفضل نوع وده الأقرب للتربية الإيجابية هاي نرجع للسوشيال ميديا إيه الاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا الأطفال إزاي يستخدموا سوشيال ميديا بشكل صح رصي أنا لازم أول أعرف هو في أي مرحلة في حياته لأن كل مرحلة بيبقى لها متطلبات طمو أنا لو رضيع غير بدأ يمشي غير أنه هو دخل لسه في كيجي لسه في ابتدائي في إعدادي في سنوي وولا آخره أنا مهم أوي بالنسباني أول خمس سنين سوشيال ميديا أنا ما يفعش أخلي بنتي أو ابني يتعرفوا عليها ممكن إحنا أنا عافة أنه بدون ما نكون داريين أو بشكل لوائي هو بيشوفك ماسكا موبايل بحكم شوغل لك بحكم أي حاجة دمعا بحول على قد ما تقدري أن أنت تنعيم أنه هو يخدها منك أنت ما تقفش قدامه كتير بالموبايل ولو قفتي حسيني حاجة وحشة ومهما عيط ومهما بكى إوا تتديره الموبايل افتكري دايما الأثار السلبية اللي نتجه عن أنه يمسك من دلوقتي ويبقى لأكاونت وكلام دا كله يعني أصاب يعني أنت بتتديره متعة على المدى القصير ولكن على المدى الطويل لا ده فيه مشاكل كتير نفسية جدنا هتعرض لها الأكتازم بقى والحاجات دي كلها وغير بقى كده يعني أنت بتشعرك فأيه بالزبط اللي بيشوف على السوشيال ميديا وكذلك اللعب من غير ما أحس أن أنا يعني بحرمه لازم يكون عنده بدايل وأنا مش عارف عشان أبقى معاك واقعية أنا مش عارف أن الموبايل تماما ده صعب عشان نبقى واقعيين ده صعب أنا بقول خمس سنين أول خمس سنين لأنك متحكمة بنسبة أكبر في الطفل إنه هو اللي بيروح مدرسة أو العالم بتاعه ديق ومقتصر عليك وعلى اللي هم بتطور دور تنشأة الاجتماعية الأساسيين الأب والأم والأطفال والنادي والحيات الصغيرة كده التي بتحكمها في أكتر أما يخش المدرسة هيبقى فيه أي بعد يبقى فيه حاجات معينة فأنا أول حاجة لازم يكون في بدايل أو لو هيستخدمها يعني مش أكونت ومش لازم أدخله في قصة اللي هي زي بتاع ترقى بردي ولكن أدير وقت معين أدير وقته يعني ممكن بدايل المسان يعني هو على فكرة موضوع سوشال ميدي ده ذات وقت كورونا قوي كل الجيل الجديد وذات وقت كورونا كانت شخص بيعمل حاجة صحيح للأسف أنا نفسي نفضل نكمل في حاجات كتير أول بس للأسف الشديد فقراتنا خلص الدكتور قبله ما نطلع فاصل عزاكي تقولي نصيحة لكل أبو أم ويتفرج عليه طيب أنا مش هاود أقول على التربية الإيجابية كتير أنا أقول لكم بس يعني خلوا الطفل أولوية ومن تلقاء نفسها أنت هتدوروا على التربية الإيجابية أولوية نشروع حياتك يعني أنت من نفسك هتدور نفسك بتدور على إزاي أنت تخليه في أحسن صورة في أفضل حياة صح بشكر حضريك شكرا جزيلا أن نورتنا ولدكم هما الاستثمار الأهم والأكبر وهما دول يعني من عملك اللي مش بنقطع في الدنيا من ضمنه ولد صالح يدو له فخلوا بالكم من عيالكم هنروح فاصل سريع ونرجع دين